السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أم هناء اليوم سنتحدث عن نبتة سيرجونيوم أو نبتة رجل البطة نبتة سهلة لاعتناء نبتة داخلية والحدائق حيث تحتاج إلى تربة جيدة لتصريف المياه حالها كحال كل نبتات ويتم الريع باعتدال يسقى ثم تترك تربة لفترة قليلة لتجف ثم يعاد الريع مرة أخرى وهكذا وقليل الريع في فصل الشتاء أما أكثر من الماء الريع سيؤديها إلى تعفن جذور هذه النبتة من حيث تموت وهو سريع تعفن لهذا المرض لذا يجب الحذر عند الريع النبتة أما الشكل هو جميل جدا الشكلها جميل جدا والأوراق والخضراء مختلطة بالأبيض يعطي للحذيقة أو أصيص منظر رائع جدا منظر رائع جدا منظر رائع جدا لأنه يمكنك استخدامه كنبتة كنبتة معلقة أو مسلقة أو تضع في الأصيص تضع في الأصيص فقط وهو يشبه بحيد كبير نبتة البوتس من حيث العناية والإكثار منها تستخدم في هذه النبتة ألوان مختلفة حيث تأخذون الألوان مختلفة منها وشتلات مختلفة في أصيص واحد وإذا أردتم أن تضعوا في أصيص واحد يجب عليكم اعتناء والريع ثم الريع ثم الريع يعني ليس بكثرة المياه حتى تكبر بل تقليل المياه منها يجب عليها تقليل المياه حتى تكبر لكم أما التربة البنات يجب أن تكون خفيفة حتى لا تكون تربة رملئة تربة طينية تربة طينية تمسك المياه ثم تتعفن من الجذور انظروا ما أجمل هذا ووضعتوا معهم نبتة القفص الصدري حتى يعطيها روعة جمال انظروا التربة كيف تكون حتى تكون جذور والعقصان متينة جدا متينة جدا مثل هذه انظر أما النمو يكون بطيء جدا بنات يكون بطيء جدا خاصة في فصل الشتاء فصل الشتاء يكون بطيء جدا أما الترقيد منها البنات بالعقلات ولكن العقلات كثيرا ما تنمو لها العقلات يجب أن ترقيدوا الهوائي شيئا آخر يمكن وضع كثير من أنواع في أسيس واحد حتى يكون جمالها رائع جدا وحذاري عند الري أما حذاري عند الري تكثير من المياه ضعوا قليلا ثم انتظروا حوالي دقيقة ودقيقتين حتى تجف يعني التربة ينزل كل الماء ثم عيدوا مرات أخرى حتى لا تموت والشكل شكلها شكل شكل رجل البطة لهذا يعطونها اسم رجل البطة أما اسمها الحقيقي هو سين جون يوم البنات وليس رجل البطة لأن تشبه خاصة تشبه هذه النبتة تشبه نبتة البطة تشبه حتى الاعتناء بها مثل اعتناء مثل اعتناء بين نبتة البطة إلا إن نبتة البطة لا تحبوا يعني الخارج لحد دائق تحبوا الداخل منزلي داخل منزلي انظروا كيف ما أجمل الشكل أما هذه وضعتها وحدها في أصيص صغير لتنمو انظر هم هذا اللون البنفسجي مع القفص الصدري نبتة قفص الصدري هم اعتناء 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 كيف اعتناء اعتناء نعود ونرجع لحضرتنا البنات أنا فهمت البنات اللي ميفهم وش لغتنا هنا البنات أنا بغيت نوري لكم بلدي هاد الأنواح هادوا يعني كديروا مختلفين يجي قنات لكم منظر رائع جدا وتكبر يعني تكبر بزاف تكبر أنا درت إحناي معها قفص الصدري نمتت قفص الصدري ودرت معها الألوان لبنفسجي والأخضر بش يعطينا منظر رائع جدا شوفوا وعطيت لكم لبنات تهربا قلت لكم تهربا يعني سقيوها وما تخلوا شوية شوية حتى يهبط الماء لازم يكون البوم تقوم التحت يهبط الماء ومبعد باش نزيدو نزيدوها شوية وفيها تشبع وفيها ما يقعدش الماء باش تتعفنش الجذور أنا نحب هاد النبتة بزاف لبنات بصاح باطئة المومو يعني تبطة باش تكبر وإلا احتفطت بها يعني وشوفت الكامل الأوراق ماتوا ما تحاوليش يعني تنحيها تنحيها خليها تعاودة تنوت تعاود تنوت لك إن الجذور تحم متعفنش هنا البناتة نارى ندرت لهذا الدواء بس أنتو متحاولوش تديرو لهذا الدواء تبغي خطرة ما تعاودش أنا ما زال ما قصلتهاش على هكاك يمكننا تديرو هناك باش نديرو هنا باش نديرو هنا باش نديرو هوايي باش نقدروا نديرو أكثر منها ما قلن نديرو إن شاء الله نوريدكم كيفاش مرشو أشوف إن شاء الله البينات تكون وعجب كون هذا البيدو وما تنسوش اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته